مع الأخذ في الاعتبار أن في العهد القديم لقب ابن الإنسان أو ابن آدم ذكر عن مثلا ذكر عن حسقيال حوالي 93 مرة بس ما نلاقيش حسقيال بيخاطب بيعبر عن نفسه الآن ابن الإنسان لكن الله كان يناديه يا ابن آدم فكان يخاطب كابن آدم أما المسيح كان يتكلم باعتباره ابن الإنسان هذا عن حسقيال هذا اللقب ابن الإنسان جاء في العهد القديم أيضا عن المسيح قبل التجسد جاء عنه في نبوة دانيال أصح 7 الذي قربه أو قدمه إلى قديم الأيام لكي تتعبد له كل الشعوب وجاء أيضا عنه صيغة نبوية في مزمور 8 اللي طبقها بعد كده الرسول كاتب العبرانين في عبرانين 2 عن سيادة المسيح باعتباره ابن الإنسان جعلته متسلطا على كل شيء أخضعت كل شيء تحت قدمي فهذا هو لقب ابن الإنسان بحسب العهد القديم وحسب العهد الجديد طيب لأنه لاحظ أنه في العهد الجديد أنه المسيح كان يطلق على نفسه ابن الإنسان ليه طالما هو يعني ابن الإنسان عاوز أكيد فيه رسالة عاوز يوصلها تمام لكي يكون هو الإنسان الكامل بديلا عن آدم الإنسان الأول فآدم الإنسان الأول فسد وعصى وبواسطته أدخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت فكان آدم الأول مورثا العالم للخطيئة أما المسيح كآدم الأخير والإنسان الثاني صنف مختلف من الإنسانية وعندما يقول عن نفسه مرارا وتكرارا أنه ابن الإنسان كأنه يريد هذه هي الإنسانية كما يريدها الله صنف جديد من الإنسانية لم يفعل شيئا لحسابه ولا لنفسه لكن كان شعاره في الحياة لطعامي أن أعمل ما شئت الذي أرسلني وأتمم عمله